في أبرز تطورات الاقتصادية للمرة الرابعة منذ بدء الجائحة ثبتت وكالة ستاندرد دانت بورز للتصنيف الاعتماني السيادي للأردن عند بي بي بلس وحافظت على نظرة مستقبلية مستقرة بالرغم من استمرار تبعات الجائحة وفق بيان لوزارة المالية وأيضا الوكالة قالت في تقريرها إنه على رغم من التأثير السلبي للجائحة على السياحة وارتفاع نسب البطالة في الأردن بشكل مقلق إلا أن الإجراءات الاقتصادية الحكومية ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحالت دون تفاقم التبعات السلبية للجائحة وتوقعت الوكالة حدوث تعافي اقتصادي يزداد تدريجيا على المدى القريب في الأعوام 2021 إلى 2024 من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتخفيض كلف ممارسة الأعمال إضافة إلى انخفاض مستويات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت حرصا على عدم تفريغ المؤسسات الحكومية من أصحاب الخبرات والكفاءات ويعطائهم فرصة لنقل خبراتهم إلى سملائهم قرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام قانون التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية المتعلق بتمديد خدمة الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد ضمنها ضوابط وشروط محددة ووفق القرار يسمح للمرجع المختص بالتنسيب بتمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن القانونية سنة فسنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات شريطة أن يكون هناك مصلحة عامة لإبقائه في الخدمة مع عدم توفر بدل عنه وأن تكون وظيفته الأساسية أو حيوية أو حرجة في الدائرة التي يعمل بها وأن يكون التحق بدورات تدريبية مهنية متخصصة أما إذا كان التمديد لاستكمال حصول الموظف على راتب تقاعدية فيكون بقرار من مجلس الوزراء لموظفي الفئة العليا وبقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لبقية الموظفين وفيما يتعلق بالموظفين الذين بلغت خدماتهم ثلاثين عاما أو بلغ مجموع اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي ثلاثمائة وستين اشتراكا فسمح القرار التنسيب الاحتفاظ بعدد محدود من الموظفين من الفئتين الأولى والثانية فقط وأن يكون التنسيب قبل شهرين من استكمال المدة المحددة بشروط أهمها لا تتجاوز النسبة لعدد الموظفين المنسب بهم ثلاثين في المائة من إجمال عدد الموظفين الذين وصلوا إلى هذا الحد وأن لا تتجاوز مدة الاحتفاظ في جميع الأحوال ثلاث سنوات وأن يكون التطبيق ضمن الضوابط والشروط المحددة في قرار مجلس الوزراء صادر في نيسان الماضي وهي أن تكون الوظيفة من الوظائف الحرجة والأساسية التي تحتاجها الدائرة أو ترتبط بمشروع معين لم يتم الإتهام أو أن يكون الموظف جراء الحاقه أو جراء الحاقه بدورات تدريبية متخصصة ولا يوجد بديل عنه حاليا كما يشترط أن تكون ضمن الوظائف المحددة في خطط الإحلال والتعاقب الوظيفية في ظل المستجدات التي طرأت على المشاريع المستمرة في محافظة جرش عقد مجلس المحافظة اجتماعا له لمناقشة موازنة عام 2022 المجلس وافق على إعطاء ثلاثة قطاعات الأولوية في توزيع مخصصات المشاريع ضمن موازنة العام المقبل وهي المياه التي استحوذت على الحصة الكبرى بحجم مليون وثمانمائة ألف دينار وقطاع التربية والتعليم بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دينار أما قطاع الأشغال العامة فقد خصص المجلس له مبلغ مليون ومئة وتسعين ألف دينار موازنة جرش كانت 7 مليون و426 ألف دينار توزعت على 14 قطاع وكانت من ضمن هذه القطاعات مشاريع مستمرة كان لابد أن رصد موازنة أشيرية لهذه المشاريع أيضا استجد بعض المشاريع التي اعتبرت أولوية بالنسبة لمجلس المحافظة تقدم أبناء هذه المحافظة أو أبناء المجتمع المحلي في القطاعات المختلفة وفي خبر آخر مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين للسبعة أشهر الأولى أظهر ارتفاعا خلال هذه الفترة من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي تقرير دائرة الإحصاءات العامة بيّن أن الارتفاع كان نتيجة ارتفاع أسعار الصناعات التحولية بنسبة 10.41% وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 6.90% فيما سجلت أسعار إنتاج الكهرباء تراجعا من نسبة 3.16% وساهم ذلك في ارتفاع أسعار السلعي أنشطة صناعية فرعية أبرزها صناعة منتجات نفطية مكررة بنسبة 28.3% وصناعة المنتجات الكيموية بنسبة 17% تقريبا فيما انخفضت أسعار سلع أنشطة صناعية فرعية أبرزها صناعة المعدات الكهربائية بنسبة 1% وأسعار صناعة استخراج النفط الخام والغاز بنسبة 6% أما مؤشر كميات الانتاج الصناعي أظهر التقرير ارتفاعه بنسبة 19% بنهاية تموز الماضي وهو ناجم عن ارتفاع كميات انتاج قطاع الصناعات التحولية بنسبة 19.14% وكميات انتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 9.47% وكميات انتاج الكهرباء بنسبة 22.22% بهدف التخفيف على المستثمرين المحليين في إقليم الشمال بإجراءات التخليص الجمركي افتتح مدير عام الجمارك الأردنية جلال القضاء ساحة مخصصة للتخليص على البضائع وجمركتها في محافظة أربد وتضم الساحة مناطق مخصصة لتخزين البضائع في وضع الادخال المؤقت لجميع أنواع البضائع تم إنشاؤها وفق أعلى المواصفات بعد استكمال كافة الشروط الجمركية كما أعلنت دائرة الجمارك بدأ تطبيق نظام الإسيكودة الخاص بالإدخال المؤقت وأيضا مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاء قال خلال جولة في مدينة الحسن الصناعية ولقائه إن حاجة الأردن الحالية لرفع سوية الاقتصاد وزيادة تنافسيتها تحتم علينا تبني مشاريع رائدة من خلال تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير الأعمال والذين عكسوا إيجابا على المستثمرين وجميع القطاعات ذات الصلة هذا البندد يخدم الاقتصاد الأردني بحيث أنه يسهل على التجار عمليات دفع الرسوم الجمركية نحن بالجائرة الجمارك نشجع هذا الموضوع لأن هذا البندد يساعد العملية الاقتصادية كاملة سواء تجار أو صناعيين والبندد قريب من منطقة مدينة الحسن الصناعية وهذا يزيد من عمليات التسهيل للتجار والصناعيين أهمية المشروع لإقليم الشمال والمستثمرين مدينة الحسن الصناعية نحن نحكي عن اليوم تخفيف عبال المستثمرين ويخدم هذا البندد القطاع التجاري والصناعي في أربع محافظات طبعاً بيخفف الكلفة التشغيلية على المستثمرين يعني فيه رحلة عنا كان نحكينا على موضوع الباكتوباكتبع اللي بصير بجابر فعلاً إنه هذا بصير فيه كوست زيادة على الإنتاج كوست زيادة على السيارات بتجيب تنقل المواد الأولية ووعدونا هذا إن شاء الله خلال فترة بسيطة لحيكون محلول ترجمة نانسي قنقر